من أجل تحسين مناخ التصدير في الجزائر نظم لأول مرة صالون دولي للتصدير والوجستيك شارك فيه أكثر من 150 عريضا وطنيا من مختلف القطاعات نحن موجودين اليوم في هذا المعرض لنعرف بالمنتوجات المتاعنا ونحاول نقتحم أسواق خارجية كانت عندنا ثلث محاولات في هذا المجال كانت ناجحة نعمل منتوجات كثيرة عندنا الكمية وعندنا النوعية لنقدر نفسه بها عدة دول إما في القرن الأفريقية وحتى في أوروبا والعمل فات تحصلنا على اختلفت التخصصات والمشاريع ولكن تقاطعت في نقطة واحدة هي توفير المناخ الملائم الذي يساعد الفاعلين الاقتصاديين على عملية التصدير المشكل التي نعلم منها هي المادة الأولية سيلا ماتير برميار لو كان يعطونا الماتير برميار ولا يديروننا الفافر فولي فابريكون نقدر نسد الحاجيات الوطنية نقدر نصدره المشكلة التي نعانيه نحن به جميع المصدرين هو مشكلة النقل اللي يعرق الشي هذا لو كان الدولة الجزائرية ندير كل إمكانيات تاع الوسائل النقل نأكد لك باللي كان مصدرين واحدة أخرين يدخلوا في الخط وتكون الكمية اللازمة لهاكذا نعودوا فيها المدخول من عملة الصعبة في ميدان المحروفات أفكار وطموحات مختلفة اجتمعت كلها في هذا الصالون همهم خلق أسواق خارجية جديدة بشكل عام وأسواق نفريقية بشكل خاص وفقا للرؤية الاستراتيجية للسلطات العمومية للتصدير خارج المحلوقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر